طبعا هذا تحرك أو هجوم همجي وقام هنا وحدث في باريس ضد صحيفة صحيفة وطبعا هذا يعني حرية التعبير ضد صحفيين والذين هم كانوا دائما يريدون أن يظهروا بأنهم يستطيعون أن يتحركوا في فرنسا حتى يدافعوا عن مدينتهم وحتى تكون هناك هذه الحرية التي تحميها الجمهورية هناك أيضا كان شرطة لحمايتهم وهذا طبعا الصحفيون والشرطة قتلوا بهمجية وبجبن وخسة هناك أحد عشر شخصا قتلوا وأربعة منهم في حالة خطيرة جدا نحن طبعا ليس لدينا العدد الآن المؤكد والنهائي لكل الضحايا ولكن هناك أربعون شخصا هم الآن محميون وطبعا هم الآن في أمان سيكون لدينا خلال ساعات العدد الصحيح وطبعا على ساعة الثانية سأجتمع مع الوزراء والمسؤولين الذين هم مرتبطون مباشرة بالحماية وعلينا أن نضمن لكل المناطق وأن ربما هذه الهجمات قد تحدث من قبل نفس البرابرة ولذلك فأننا قد حركنا خطة فيجي بيرات وهناك أيضا تحركات ستطلق مباشرة بعد هذا الهجوم حتى نجد المنفذين وستتم مطاردتهم حتى يوقفوا ويعتقلوا ثم يجلبوا إلى المحاكمة ثم يدانوا فرنسا اليوم هي طبعا مصدومة وهي بسبب هذه الصدمة التي أحدثها هذا الهجوم الإرهابي الذي لا شك فيه وبالنسبة لصحيفة التي كانت دائما مهددة وكانت دائما محمية في هذه اللحظات يجب علينا أن نتضامن ونظهر بأننا دولة وبلد متحد وأننا نتصرف بعقلانية طبعا بحزم وأيضا بأن يكون هناك هذا الإحساس بالوحدة الوطنية هذا سيكون تعاملنا وطبعا إيرادتنا خلال الأيام المقبلة والأسابيع المقبلة سأتكلم مع الفرنسيين وخاطب الفرنسيين لأنني قلت لهم من قبل بأننا في أوقات عصيبة هناك هجمات إرهابية كثيرة تم إحباطها خلال الأسابيع الماضية نحن كنا نعلم بأننا مهددون كما الكثير من الدول الأخرى في العالم نحن مهددون لأننا دولة حرية ولأننا دولة حرية فإننا طبعا سنواجه هذه التهديدات وسنعاقب المنفذين لا يجب أن يفكر أي شخص بأنه يستطيع أن يتحرك في فرنسا ضد مبادئ الجمهورية وأنه سيصيبنا في الصميم وصميم هذه الجريدة أيضا وأنا أيضا أحيي الضحايا نفكر فيهم أحد عشر شخصا قتلوا وأربعة معلقون بين الموت والحياة نحن هنا وسنجد هؤلاء المسؤولين